واحدة من اشهر المعابد الاوكرانية المقدسة والمحاطة بكثير من الالغاز التزييف الذي يطارد عشرات العلماء المعاصرين والاحتراف الذي يتحدى الادراك الانساني الكنيسة ذات القبب الاثنتين عشر العائدة للقرن الحادي عشر والمشيدة على طراز الباروك الاوكراني تحفظ تحت قناطرها مجموعة من الفسيفساء الاصيلة والاكمل في العالم مع الزخار في العائدة لنصف الاول من القرن الحادي عشر تمنح اللوحات الجدارية الضخمة العائدة للقرنين السابع عشر والثامن عشر غنا كبيرا للتصميم الداخلي تخفي جميع عناصر الزخرفة هذه تحتها تاريخ كاتدرية الصوفيا احد اهم المقدسات المسيحية في اوروبا الشرقية والتي ما زالت حتى اليوم تخلق المزيد من الاسرار والالغاز قامت في احد الازمان على هذه الارض دولة تسمى روس حكمها الامراء الذين اتبعوا التقاليد الوثنية واسسوا عاصمتهم في كييف المدينة المجيدة نقل التجار البضائع منها عبر نهر دنيبرو الى البحر الاسود ووصلوا بحرا الى القسطنطينية رغم ان الامراء الروس تاجروا في بعض الاحيان تحاربوا مع المسيحيين البيزنطيين الا انهم لم يرغبوا في اعتماد دياناتهم ابدا تحول اسكولد ودير الى المسيحية وماتا شهدين ليحل محلهما الامراء الوثنيون لم تتقبل روس ايمان المسيح بدأت تحكم كييف الامير اولها بعد وفاة زوجها الامير ايهر والتي تقبلت بقلبها الانتوي الحساس المخلص هذه الديانة واصبحت مسيحية سعت ايضا الى تحويل اولادها واحفادها الى الامان الحقيقي لكن ابنها سيوتسلاف لم يرغب في الاستماع الى تعليمات امه اهتم بالحرب فقط معولا على مؤازرة الالهة الوثنية له انتصر فعلا في احدى الفترات ولكن الهزيمة المريرة كانت تتربص به هكذا مني في نهاية المطاف بالهزيمة وقتل على يد بتشينجي الحفيد فولودمير ايضا لم يستمع في البداية الى جدته الحكيمة وواصل حياة الفسق والصلاة الالهة الوتنية وتقديم الاضاحي الدموية لها مع مرور السنين وصلت صلوات الجدة في نهاية المطاف الى قلب الحاكم وفتحته للرب تاب الامير فولودمير عن خطاياه فتعمد وقاد شعبه الى ذلك صار الروس منذ ذلك الحين مسيحيين راحوا يبنون الكنائس لتمجيد الرب هكذا قرر يارسلاف ابن الامير فولودمير الملقب بالحكيم ان يبني كنيسة القديسة صوفيا اي حكمة الرب ولكي لا يكون هذا المعبد ادنى من مزارات القسطنطينية بجماله دعا الحرفيين الماهرين والبنائين والنجارين ورسامي الايقونات وامرهم بالتشييد هذا المعبد نفذ الحرفيون اوامر الامير بعناية حيث لم يعملوا فقط من اجله بل ومن اجل الرب في المقام الاول هكذا ظهرت في سنة الف وسبعة وثلاثين كنيسة الرب في وسط كييف المعبد الذي لا يوجد له مثيل من حيث الجمال حتى هذا اليوم هكذا تروي قصة ظهور كاتدرية صوفيا حكمة الرب وفقا للتحرير الاديبي لمؤلفة الكتب الشعرية وكتب الاطفال هلينا منيف في حين ان المتخصصين يصفون تاريخ هذا المقدس بدقة اكبر تؤكد مؤرخة الفن الاوكراني الشهير وحفيدة الرسام الاوكراني الشهير انطون كاشايا اولينا كاشاي على اننا مدينون بهذا الصرح للبيزنطيين حيث مع قبول فولدمير المعمودية تبنى ونقل الى روس القيم الجمالية والمعمارية الفنية التي كانت معتمدة في بيزنطا منذ قرون تشمل هذه القيم الابتكارات التقنية للانشاء الحجري في ذلك الوقت لم يكن هناك وجود لاي شيء مشابه في ذلك الوقت خصوصا التقنية ومن الطبيعة ان تصبح صوفيا القسطنطينية نموذجا تحتذي به صوفيا كييف وترى الخبير انه لا يجب ان يذكر الصرح المقدس بنماذج القسطنطينية بل كان من المفترض ان تصبح مدينة كييف باكملها مساوية للعاصمة بيزنطا حسب ما تؤكد اولينينا كاشاي ورث يارسلاف الحكيم ميراثا عظيما عن والده ليس ماديا وانما صوريا فكريا تحديدا فولوديمير هو من دع الحرفيين البيزنطيين الى كييف ليبنوا كنيسة ديستينا وكانت هي ذلك الابتكار التقني لقد تدربوا من خلالها على تقنية البناء الجديدة التي ظهرت في روس لم يتوجب على يارسلاف حفظ الميراث فقط بل ومضاعفته لهذا السبب تحديدا بدأ في تطبيق توجه البناء الفخم وكان يجب على كييف ان تصبح بمجبه مدينة القيصر الروسي جرى بناء محور متكامل توجه من جهة بالبوابات الذهبية فكان هذا المدخل الرئيس للمدينة انفتح من بعده امام الاجانب طريق تزين من الجهتين اليمنى واليسرى بديرين ضخمين هما دير ايرينسكي ودير القديس هريهوري من تم زينت هذا التشكيل بالتاج صوفيا كييف من المثير للاهتمام ان البتشنيجي الذين وضعوا نهاية حكم الحاكم الوثني شاركوا في بناء المعبد الارثودكتي بشكل غير مباشر وفق ما تؤكد رواية السنوات المؤقتة لم يكن موقع بناء كاتدرائية صوفيا عرضيا هناك تحديدا عام الف وست وثلاثين انتصر يارسلاف على البدو الاتراك الذين ارهبوا روسيا على مدى عقود فانشأ في العام التالي معبدا هناك وسرعان ما اضحى واحدا من اهم الاضرحة المسيحية في اوروبا الشرقية رغم ان مقدس القسطنطينية كان بمثابة نموزجا لمقدس كييف وبناه البزنطيون الا ان صوفيا كييف تفوقت على اختها الكبرى جمع الحرفيون في عاصمة روس بمهارة بين الفسيفساء والزخرفات الجدارية ما لم يفعله البيزنطيون اطلاقا زينت الفسيفساء الجدران والسقف وحتى الارضية التي ومضت بمختلف الوان قوس قزح اما الاحواض الذهبية الكاتدرائية فكانت تعمي ببريقها عيون الناظرين ولكن المعلم الابرس في الكنيسة كان ولا يزال فسيفساء السيدة العذراء الموجود فوق المذبح والبالغ طوله ستة امتار والمسمى اورنتا ترتدي قميصا ازرقا داكن ومعطفا ارجوانيا وحذاء احمر تقف والدة الرب الشفيع على منصة خاصة يداها مرفعة الى السماء تبقي نظراتها تواكبك من اية زاوية تنظر اليها وعندما تقف بجانبها تبدو كأنها جالسة على العرش تساعد على تشكيل هذا المشهد ثلاث طيات ناتئة تمر عبر نهاية الحنية هذه والتفاصيل الاخرى تشهد على مستوى المهارة الرفيع الذي تمتع به الحرفيون الذين اخذوا في الاعتبار اثناء عملية البناء ليس فقط اضاءة هذه او تلك الصورة بل وزاوية التي يسقط الضوء من خلالها تطلب هذا العمل في الواقع دقة متناهية وسرعة لا تصدق ومهارة عالية قاموا في البداية بتسوية اسطح الجدران بطبقة من الجس ثم وضعوا طبقة ثانية رسم عليها اللوحات كان هذا نوعا من الرسم الاولي او التحضيري حيث وجب تشكيل هذه اللوحات لاحقا بواسطة مكعبات سمالتا وهذا سحر كامل ممزوج بعلم الدقيق فما يظهر للعين الناظر الى اورنتا بعيد عن ادراك الوعي الانساني لقد تمكنوا من تحقيق هذه النتيجة بفضل الحسابات الدقيقة سمالتا هو زجاج يحصل عليه من صهر الكتل الزجاجية والملح واكسيدات المعادن المختلفة يبلغ عدد الوان المكعبات الزجاجية المشكلة لأورنتا مائة وسبعة وسبعين لونا من بينها اربعة وثلاثون ضل لون للاخضر وخمسة وعشرون للدهبي والبني وثلاثة وعشرون للاصفر وتسعة عشر للاحمر وتسعة للفضي وستة للون الارجواني لا يوجد مثيل لهذا العمل الفوسيفوسائي ولا في اي بلد في العالم احصل علماء ان الحرفيين احتاجوا الى اكثر من مليوني مكعب زجاجي ليشكل اورنتا واحجام هذه المكعبات الضئيلة تتراوح بين واحد وواحد ونصف مليمتر مكعب ركبوا من المكعبات الصغيرة الخلفية والاجزاء المختلفة وملامح الوجه ومن المكعبات الكبيرة الخلفية الذهبية والاجزاء الكبيرة من الملابس وما شابه ويجب ان نذكر صنع المكعبات الذهبية بشكل خاص الالوان الذهبية كثيرة في فوسيفوساء العدراء وبالتالي كانت هناك حاجة الى كثير من المكعبات والحصول عليها او بالاحرى صنعها لم يكن سهلا وضع على اي مكعب زجاجي من اي لون كان ورقة من الذهب ورش عليه من الاعلى مسحوق الزجاج واوعيد صهره واذا كان الحرفيون البيزنطيون الاجانب قد احضروا معهم تقنية الانتاج من بيزنطة فان المادة نفسها كانت تنتج في روس على يد الحرفيين المحليين حيث لم يكن من المنطقي ان تحمل المكعبات الذهبية او غيرها من القسطنطينية لكن صوفيا كييف لم تفوق صوفيا القسطنطينية وحسب بل ووالدة الرب الشفية اختلفت ايضا عن النماذج البيزنطية جميع اللوحات الفريدة معممة ومتشابهة بتكوينها سواء الفسيفساء الموجودة في كاتدرية القديس بيتالي في رافينا او فسيفساء كنائس القسطنطينية كييف اورانتا مختلفة تماما هذا نوع جديد من العدارة والذي ميز في البداية الروس عن البيزنطيين ومن تم عن الاوروبيين صويرت في كييف ليست كحامية للامة باكملها فقط بل وكام يمكن لاي طفل ان يأتي اليها مع مشكلاته واسئلته لطلب المساعدة والحماية المنديل الابيض الصغير تزين بالنقوش الحمراء وثبت على حزام السيدة العدراء يحمل الوشاح زخرفة اوكرانية واضحة على الحواف زينت اطراف الغطاء المستطيل على رأس السيدة العدراء بالشراشيب وبثلاثة احزمة حمراء هذه سمات مميزة لصورة اورانتا الملازمة لمجموعة السلاف التي ستسمى لاحقا بالاوكرانيين الكاتب الشهير ومؤرخ الكنيسة والمبشر والرحالة اندري مورافيوف الذي زار كييف في نصف الثاني من القرن التاسع عشر كتب ما يلي عن اورانتا كييف طول السيدة العدراء هائل مثل جميع اعمالها في روس تقف على حجر ذهبي وضع على اساس لا يتزعزع للجميع من يلجأ ليكون تحت حمايتها لون قميصها سماوي حزامها قرميدي علق عليه من ديل وكم تمسح به من دموع الاكمام الزرقاء على دراعيها المرفوعين الى السماء الحجاب الذهبي يتدل من الرأس وينقلب مثل الفراشة على الكتف الايسر ينذر بشفاعتها هو اعرض من السحب على خلفية الاناشيد الكنسية يتقد نجم لامع على جبهة والدة الرب ونجمان على اكتافها فهي نفسها ام النور الذي لا يخبو وكانت لنا فجر الشمس التي لا تخبو وتوجد كل هذا كتابة وضعت بامر امير كييف الله في داخله وهو لن يتردد سيساعده الرب في الصباح النص يخص المدينة ولكن ابناء كييف ارجعوا كل الصورة الى العدراء فظهرت منذ ذلك الوقت الصورة انها طالما والدة الرب واقفة والتي صاروا يلقبونها بالجدار الذي لا يدمر ستبقى كييف واقفة هناك ما لا يؤمن بمثل هذه الاساطير التي تجاوزت بالفعل عدة مرات مثل هذا الاختبار بالاضافة الى العدراء والقدسين الاخرين تزين جدران كاتدرائية قديسة صوفيا كييف صور امير كييف واثرته اعتقدوا لفترة طويلة انه يارسلاف الحكيم مع اقاربه ولكن شكك الكثير من العلماء في الاوينة الاخيرة بهذه الحقيقة وهذا ليس اللغز الوحيد لهذا الصرح المقدس كسر العلماء اكثر من عشرات الرماح في الجدل حول من ومتى بنى هذا المقدس كتبت المحررة الادبية هالينا منيف في تاريخها انه في سنة الرب 1037 ظهر في وسط كييف معبد ليس له مثيل بالجمال حتى هذا اليوم ولكن رواية السنوات المؤقتة تنص على انه في عام 1037 بدأ تشييد المعبد فقط هالينا منيف ليست مؤرخا ويمكن ان تغفر لها اللادقة بين بنيا وبدأ تشييد في حين ان مخطوطات تاريخ نوفغارد تربط هذا الحدث بعام 1017 اذا ما هو التاريخ الصحيح انه موضوع بحث اخر اشتركوا في القناة